حسب الدستور وفي مادته 177 تنص على استحداث محكمة عليا خاصة بمحاكمة كل من منصبي رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول أثناء تأدية مهامهم وذلك بعد تكملة التحقيقات تشكل عندما تكون في قضايا متابعة وزير أو وزراء ما هيش دائما كاينة عندما تكون الحتمية أو الطلب كاين في قضية أو قضايا وبالتالي تشكل هذه المحكمة ويحاكم هؤلاء أمام هذه المحكمة هذه المحكمة تتأسس بتشكيلة مكونة من كل غرف المجلس الأعلى للقضاء وتباشر عملها بعد تكملة التحقيقات في مدتها القانونية التي لا تتعدى 16 شهرا في حالة التمديد مدة بالنسبة للتحقيق في هذه الأمور هي من المفروض لا تتعدى 12 ويمكن تمديدها إلى 16 شهر من حيث التحقيق وبعد ما ينتهي التحقيق تقع الإحالة على المحاكمة وتنشأ هذه المحكمة والمحكمة تشكل تشكيلا قانونيا بطبيعة الحال والقانون يقول بلي تشكل من كل الغرف تحالي المحكمة العليا تحريك ملفات وزراء ومسؤولين من شأنها يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء في هذه المرحلة الهامة التي تعيشها الجزائر